الفقرة الطيبة مولانا دكتور مصطفى محمد أنا بتشرف جدا جدا بمجدوا معي وكنا بنتكلم قبل الفقرة على طول بقوله يا مولانا إن شاء الله السنة الجاية هتبتدي يوم جمعة فسيادته قال لي الله ده بداية كلها خير لأن يوم الجمعة ده يوم عيد فقلت له طبعا عيد قال لي عرفك ميزة الأعياد إيه فقلت له إيه قال لي أنه كلنا من الجمع من الجمع يعني بنسلم على بعض وبنتطمن على بعض وبنعايد بعض الإنسان للإنسان الإنسان للإنسان مش بس في المعايدات لا في المساعدة كمان يعني الإنسان لما ياخد باله من اللي محتاج فربنا حيرده ده خير وانا أرحب بحضرتك الله يضب خطرك يا رب طيب نصلي على سيدنا النبي في الأول ونبتدي بقى الحلقة إن شاء الله الحمد لله الذي يعز من أطعه واتقاه ويزل من أعرض عنه وعصاه لا مظهر لما أخفاه ولا مخفية لما أبداه أمن يجيب المضطر إذا دعاه والصلاة والسلام والأتمان الأزهران الأعطران الأكرمان على سيدنا رسول الله زد في الصلاة على النبي زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيبي يا كل رجل يشاهدنا يا كل شيخ أو صبي إن كنت ترجو رحمة زد في الصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حضرتك كنت متكلمني على إن السنة الجهة إن شاء الله سنة خير لأنها بدأ يوم جمعة يوم خير ويوم عيد في الأرض وحضرتك قلتلي إحنا ليه فكرة الجماعة أو فكرة الناس للناس أو الناس مع بعضها فنعيد الكلام ده تاني عشان الناس اللي ما كانوا يستمعين اللي إحنا قلناه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيعلمنا دروس وعبر ربنا ما بينادي بينادي على أحبابه المؤمنين بيقول يا أيها الذين آمنوا بيقول يا أيها المؤمن لا الذين آمنوا جمع جمع الله طيب إحنا عندنا صلاة الجمعة وعندنا صلاة الأعياد عيد الفطر وعيد الأطحى هو ربنا بيحببنا في الجمعة ليه وربنا بيحببنا في صلاة الجماعة ليه ويقول صلاة الجماعة خيره من صلاة الفز أي الفرد ب27 درجة ليه لأنه لما بخلى الصلاة بسلم على عبد الرحمن بسلم على أحمد بسلم على محمد أتفقد أحواله أتطمن عليه عمل إيه مقصك حاجة شايفك كده مالك كده مالك فيه إيه مهموم وحزين لإيه أساعده أفرج عنه أزيل همه وغمه وربنا سبحانه وتعالى هيكون معايا طبعا لأن أنا بدخل السرور والسعادة على غيري أو الله صح اللي أنا عايزه من ربي سبحانه وتعالى أديه للخل اللي أنا عايزه من ربنا أديه للخل اللي هو بطلبه من الله آه فلوس ادي الناس فلوس تمام ربنا يعطيك وزيادة الله أو الله الله أنا عايز ربنا يا رب فرحني فرح الناس عايزة تفائل إنشور بين الناس التفائل ايوه ادي طاقة إيجابية للناس كلها إن فضل الله السنة الجاية إن شاء الله كلها سعادة وصرور يا رب ربنا سبحانه وتعالى ما ربنا اللي قال كده قال للذين أحسنوا الحسنة بس قال لا وزيادة وزيادة وهو أنت أحسنت فله جزاء الحسنة اللي هي الجنة طب ما أنت كده عمل قصاد جزاء طب فين الزيادة الزيادة أن تنعم بالنظر إلى وجه ربك الكريم الله يا رب دي الزيادة بقى يا سلام لكل اللي بيأمل خير لكل اللي ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى لكل من يتصدق واللي بيتفقد أحوال غيره يا رب احنا عندنا الحياة ديات مظهرين مظهر حسي ومظهر حركي ماشي إزاي بقى نفهم يعني أحس يعني أشعر شعور الله إن أنا أشعر بغيري يبقى أنا كده حي إنما ما شعرش بغيري بغيري يبقى أنا كده كإني كالجماد صح ما أنا ما بحسش صح حتى أنا كنا نقول في المدارس كده إياه دي أنت بتحسش أنت إيه جماد أنت طوبة أيوة أنت طوبة أنت ظلطة ما بتحسش ليه يبقى ده حس تمام طب المظهر الثاني حركة إيه الحركة دي بقى الحركة أن أنا أتحرك تجاه غير أطب طب عليه أخبني منه أروح له أسعده الله أسعده وأسعده طب وين سعدته والله سعدت نفسي لا وربنا هيسعدك هيردنا لبقى أسعد مش يرد لك نفس الجزاء لا 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 أعطاء الله بقى أيوة وزيادة طبعا طبعا لا تعبدوه ليعطي ولكن يعبدوه ليرضى الله فإن رضي أدهشكم معطائه ولا عبا بالله طيب هنشوف التقرير ده ونرجع على طول عشان كلام الخير ده فضل في الحياة النهاردة احنا في مطروح واحدة من الرحالات الشقة جدا والصعبة جدا اللي أنا في حياتي ما عملتهاش أنا كان بالنسبالي مطروح ده ما كان طرفيه زي زي أي حد بس النهاردة مع مؤسسة نبض الحياء في الحقيقة أنا شفت شكل تاني المطروح صحرة ورحلة صعبة قوي عايز أقول لكم لأنا مشيا زي ما أنتم شايفين كده في صحرة والبيوت بينها وبين بعض فرق كبير قوي وما فيش أي مصدر للميا لما جيد سألت الناس أنتو بتشرابوه ازاي او بتعملو ايه الناس هنا بتستنى مية المطرة من السنة لسنة بيخزنوها في خزانات معينة علشان بس يشربوه في الصيف وإذا ما نزلتش المية في الشتاء بيشتروا مية من البلد وبرضو بفلوس عايز أقول لكم اللي حتى توصيلات المية هنا صعبة جدا لو الكاميرا تجي معي بس الأرض هتلاقوا اللي الأرض معظمها صخرية يعني إحنا علشان نوصل حتى أمبوبة مية في الأرض صعبة جدا الحفر نفسه يبقى صعب قوي عايز أقول لكم اللي أنا شفت حياة بدائية جدا جدا هنا الناس بتربي حاجات كأننا في صحرة بالزبط صحرة زي اللي احنا بنشوفها في التلفزيون بالزبط الناس كل الفرحة بتاعتهم في بير مية مؤسسة نبض الحياة النهاردة لبت ندى ناس كتير أو في المنطقة دي الحقيقة عنا مبسوطة مؤسسة نبض الحياة جدا أنا لما جيت وشفت بعناي غير كنت بسمعه خلص عايز أقول لكم الناس هنا عاملة قبار مية بس قبار مية صغيرة قوي ويدبر بتكفيها في المكان ده ما فيش بقى خالص عايز أقول لكم اللي احنا جايين النهاردة وبيحكوا لي عالقبار المية قبار المية اللي عملتها مؤسسة نبض الحياة في أماكن تانية قريبة من هنا بيحفروا في الأرض مكان زي كده زي أودة كده الأودة دي بيبقى بتساع مية كتير قوي يعني كام لتر ألف لتر مية ألفين لتر مية على حسب عايز أقول لكم اللي المية دي بتكفيهم السف كله ويمكن سف وشت الناس دي بكل اعتمادها على المية مية إيه مية الخزان ده فعايز أقول لكم اللي العيشة هنا صعبة جدا بزي ما إحنا متخيلين وهكرها لكم تاني مطروح بالنسبالنا مصيف مطروح بالنسبالهم هم في الصحراء دي زي ما إنتوا شايفين المية نقطة حياة بالنسبالهم فكل أهل الخير لما يشوفوا الشكل ده معنا وأنا بقول لكم اللي أنا متأكدة النهار ده قد إيه الحياة صعبة يمكن أنا كنت واحدة من ناس مش عارفة قد إيه صعبة النهار ده عرفت ومتأكدة اللي إحنا إن شاء الله ربنا هيعيننا مع مؤسسة نبض الحياة ونعمل بير واثنين وثالتة عشان الناس كلها هنا تفرح وتحس اللي هم عندهم واحدة من أساسيات الحياة وهي المية فاضل أسبوع والسنة تخلص الإنسان الفاطن يقعد يحاسب نفسه قبل ما ربنا يحاسبه يطرى طول السنة اللي فاتت أنا عملت خير للمحتاج ولا ما عملتش أكرمت كان من عباد الله وسعيت كان من عباد الله وشكرت النعم اللي عندي بالصدقات ولا ما شكرتهاش لأن أنا لو ما شكرتهاش فالنعم اللي عندي هتزول المفروض الأبار دي بتتعامل للناس اللي في الصحراء اللي بيستنوا شوية المطر ربنا سبحانه وتعالى بيرزقهم المطر عشان يحيوا فمحتاجين نحوش المية دي طيب لو إحنا ما بزلناش للناس دي الخير علشان يعملوا الأبار دي المية هتضيع نعمة ربنا كأننا بنرميها فأقامنا إيه بقى يا مولانا ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي تقول السماوات يا رب ائذلي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقط أعطي خيرك ومنع شكرك أعطي خيرك ومنع شكرك وتقول الأرض يا رب ائذلي أن أخسف بابن آدم فقط أعطي خيرك ومنع شكرك أيها وتقول الجبال يا رب ائذلي أن أخر على ابن آدم فقط أعطي خيرك ومنع شكرك منع الشكر اللي هو بالعطاء اللي هو بالفعل مش منع الشكر اللي هو الحمد لله شكرا يا رب لا لا الشكر بالعطاء والبزل اللي هو خير الله إننا وصله للمحتاجين أيها فرب العباد سبحانه وتعالى يعني معلش اللي أغلبنا ما يعرفوش ربنا بيحبنا قوي يا حبيبي يا رب فربنا بيقول لهم إيبا؟ يقول لهم زروني وعبادي سيبوني أنا وعبادي سيبوني وعبادي إنتابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم هي السماء بتقول كده ليه؟ والأرض بتقول كده ليه؟ والجبال بتقول كده ليه؟ عشان أنت أعطيت الخير ومنعت الشكر أيوة قلنا قبل كده أن الزكري لدينا إيه؟ التصدق أو البازل أو العطاء العطاء إن أنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى عن نعم اللي أنا فيها دي إن أنا ساعد الناس دي اللي مؤسسة مبد الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى بنحارب الظروف وبنروح لها رغم اللي إحنا فيه بنروح لهم هناك مطروح في سيدي براني وفي النجيلة وفي المثاني ونحفر لهم بير قيمته 25 ألف جنيه علشان خطر يحفظوا نعمة ربنا سبحانه وتعالى اللي بتنزل لهم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى يحفظوها نعمل لهم بير جميل يفضل لهم طول السنين مش طول سنة طول السنين يعني أنا بساعد ببير واحد بساعد عشرات البشر إنهم يحيوا ويشربوا سنين مش مرة مش سنة وحيروح لا 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 كتير استثمار طويل الأجل الله تجارة مع مين مع الله مع الله فيه حاجة اسمها الحاجة السعادية محمد لسه بكلماني النهاردة ياه يا الله بتقول لي أنا أنا نفسي عامل بير التوازي لو أبو حنافيات بس أنا والله ما معيش جرر 25 ألف اللي أم بتبع بير مثلا فهو مطروح قلت لها طب بصي ممكن ندخل حد مع حضرك يكمل معك البير قالت لا أنا عايز البير لوحد يا حبيبتي أو الله الحاجة السعادية محمد فقلت لها حضر يا حاجة السعادية طب ممكن نعمل بهم بير في مطروح قلت لي خلاص يعملوا واحفظ لهم خير ربنا اللي بينزل لهم السمد يا سبحان الله وإن شاء الله ربنا يرزقني واعمل بير ارتوازي الله يكرمك يا حاجة السعادية ويباركلك ويكتر من أمثالك ويزيدك خير يا رب نشوف التقرير اللي جاي ونرجع تاني النهاردة في صحرة مطروح عرفت يعني إيه الناس لما بتقول أنا هموت من العطش يعني إيه إن المية نقطة المية حياة لناس كتير قوي في الحقيقة إحنا في نعمة كبيرة قوي نعمة يمكن ما حاستش بيها إلا النهاردة نعمة المية والله المية فعلا حياة وعرفت الدور الكبير قوي اللي بتقوم بمؤسسة نبض الحياة اللي هي تسعد ناس كتير قوي بنقطة مية أنا عايزة أقول لكم اللي فعلا زي ما قال سبنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة هي سكر الماء استمكملين مع أهل الخير مشوار الخير ومؤسسة نبض الحياة النهاردة إحنا في مشوار خير جديد وكمان بنكمل نبض الحياة وهي سكر الماء النهاردة جايين بنلبي نداء الحجة عزة الحجة عزة في مرسة متروحة في صحرة في مرسة متروحة في حتة اسمها سيدي براني سيدي براني دي حتة ما فيهاش أي حاجة غير صحرة وهي كل اللي نفسها فيه بير مية حلوة وانتو عارفين اللي في مرسة متروحة المية كلها ملحة احنا النهاردة جينا نعمل لهم مية حلوة والمية الحلوة هنا بتبقى تجميعة من مية المطرة يعني كل شتاء بينزل المطرة بيجمعوها في خزان كبير الخزان ده بيعودوا يشربوا منه طول السنة احنا هنعمل ايه نهاردة جايين نربي لطلبها هي محتاجة بس بير بير كل سنة يجمع مية الشتاء دي وتور السنة بيفضلوا يشربوا منه السلام عليكم يا حاجة عزة السلام عليكم اللي خدايك انت منهاردة من وضوانا واحنا نوصلين ان احنا معاك الله يخدايك ربنا يكرم انت عرفتي اللي احنا بندني هنا قبار وقبتي دي انا عايزة فيه هنا يريحني من الروحة والجاي طيب كنت في جيب المية منين احكي لي كده كانت اجيب مبعيد مبعيد ونشل فيه علي راس والعيال جزا زي يا حبيبتي كنت بتشيلها فوق راسي اه وشك دي كنت بتمشي اديها عشان تأثر عليك كده اه انا مشي بجاء لما مشي واحد تجريب من البحر كم سنة يا حاجة مجريب من الخمسين ستين يعني انت من زمان بتتوحي وفيك اخوز ربي في العيال طيب انا عزكي تقوليك لما كده لكل الناس ان شاء الله تنبه بخطرنا الحمد لله وحتعمل البيض كده عزكي تقوليه لهم قد اي فرحتك واتبقى بالبيض الحمد لله المشكر الخيرية اللي مادة من الاسلام كلها ربناك ومد نعم شكر الخيرية حتى على الجوامع حك فيان الصمات عليها حتى على الجوامع في بطروح في اسكندرية في مصر في بهدر يعني ويتشتغل في البيارة الخيرية الحمد لله بهدر اكي ويقول لكم كنا كان يعني ندربوا لموية المال حدا متوظوبة وعجبوا احد من الخيرية يلا أنا بدي نعمل بير نعمل بير للكامح وتر لبير وطب ما يتوظوا من الناس كلها طب هتنكلمين اه طب هتنبهت لها يعني ربناك ومتعلم لله طب يا حجة الحمد لله أنا بشكرك شكرا جزيلا وإن شاء الله أنا متأكدة لكل أهل الخير أنا متأكدة إن شاء الله لكل أهل الخير هيلبوا طلب الحجة في أسرع وقت ممكن وعرفة لكلنا هنفرح بالدير إن شاء الله مع الحجة وكل الناس هنا هتفرح بصراحة في البلد وإن شاء الله أشوفكم دماء الله خير السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبرك يا رب يا رب ما ييجي رمضان الجيغر واحنا جابرين بخاطر ست الطيبة اللي قد أمنا دي وجابرين بخاطر كل الناس اللي عايزين يفتعروا في رمضان على بق ما يمضيف يا رب احنا في النداء الأخير السلام بتخلص واحنا في المطار بيقولنا النداء الأخير يلا عشان الرحلة هتقوم النداء الأخير عشان السنة هتخلص فإلحق نفسك وعلى قد ما تقدر اختم السنة بفعل خير كبير وحيتردلك مولانا في واحد ييجي يقولك إيه يا عمنا الإرشيل اللي معايا هشيلهم أنا مش ضامن حعيش قد إيه ومش ضامن بكرة في إيه واحد تاني يقولك لأ أنا الإرشيل معايا دول بتوع ربنا حديهم لربنا وربنا إن شاء الله حيعواض علي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه نزد له في حرسه نزد نزودله يعني إن كان بيضي جنيه فاحنا نديله جنيه أصاده أمي جدي اتنين يبقى معها أربعة أربعة يبقى ثمانية نزودله أيوان سبحانه وتعالى ومن كان يريد حرس الدنيا نقتيه منها نقتيه منها مش نزد بقى يعني نديله حتة نقتيه منها غير نزد له في حرسه أيوان وتعالى ما نفرق مع بعض كده بين الدنيا والآخرة تمام الدنيا حياة أما الآخرة أكبر من حياة أبد الدنيا محدودة أما الآخرة ممدودة ما شاء الله تصوراتك وأحلامك في الدنيا على قدرك أما تصوراتك وأحلامك في الآخرة على قدر من خلقك ورحمة بالله الدنيا الدنيا لا ينالك منها إلا ما قد كسمه الله لك أما الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا رب يا رب يرزق الناس كلها الجنة يا رب يرزق المتصدقين الفردوس الأعلى يا رب يحنن قلوبنا ويلينها علشان نساعد الناس المحتاجين أنا بشكر حضرتك جدا جدا وبقى مبسوطة والله جدا بالفقرة الله يبرخاطرك يا رب للأسف فقرتنا دي خلصت بس الفقرة اللي جاية بقى مع الساحرة خليك معنا